بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالة احباط تضرب العالم الغربي لفشل رجلهم في تركيا كمال كليشدار اغلو في التفوق على اردوغان ومع اقتراب جولة الاعادة في انتخابات تركيا الرئاسية 2023 رفعت المعارضة بزعامة كليشدار اغلو شعارات طرد اللاجئين كعنوان رئيسي وربما وحيد لها فلماذا لن تنجح تلك الوسائل الخشنة في الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان يوم 28 مايو ايار كما ترى صحيفة التايمز كانت الانتخابات الرئاسية في تركيا التي اقيمت جولتها الاولى يوم الاحد 14 مايو ايار قد شهدت فوز الرئيس اردوغان بالمرتبة الاولى بنسبة 49.51% تلاه في المركز الثاني كليشدار اغلو الذي حصل على 44.88% ليصعد معا الى جولة الحسم المقررة في 28 مايو ايار الجاري بينما جاء سينان اغان في المرتبة الثالثة بنحو 5.20 فقط من الاصوات حسب ما اعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية احمد ينار هذه هي المرة الاولى في تاريخ رئاسيات تركيا التي يتأجل الحسم فيها الى جولة الاعادة ففي انتخابات 2014 فاز اردوغان ب51.79% وفي 2018 رفع نسبة التصويت لصالحه بنسبة 52.38% ليحسم الامور من الجولة الاولى كليشدار اغلو يشدد خطابه قبل جولة الاعادة شهدت الايام الاخيرة تشديد كمال كليشدار اغلو نبرته بخصوص المهاجرين وتعاهد يوم الخميس 18 مايو ايار الجاري باعادتهم جميعا الى بلادهم بمجرد فوزه في جولة الاعادة في تحول لافت عن خطابه خلال الحملة الانتخابية الاولى التي كان يتبنى خلالها الهدف نفسه لكن خلال عامين مشيرا الى ضرورة العمل على تهيئة الظروف لاعادتهم وبصفة خاصة السوريين وجاءت تصريحات كليشدار اغلو المتشددة وسط توقعات بان يعلن سينان اغان الذي حل ثالثا في السباق الرئاسي قراره بخصوص المرشح الذي سيدعمه في جولة الاعادة وأغان سياسي قومي اياده حزب مناهض للاجئين وفي كلمة لاعضاء حزبه بمقر حزب الشعب الجمهوري شدد كليشدار اغلو على لهجته المتحدية لسياسات اردوغان المتعلقة بالهجرة وقال اردوغان سمحت عن قصد بدخول عشرة ملايين لاجئ الى تركيا بل انك عرضت الجنسية التركية للبيع للحصول على اصوات مستوردة دون ان يقدم ادلة على تلك الاتهامات اعلن هنا انني ساعيد جميع اللاجئين الى بلادهم بمجرد انتخابي رئيسا وهو تحول صارخ عما كان يقوله خلال حملته الانتخابية الاولى حيث كان يقول انهم يعتزمون اعادة السوريين الموجودين بتركيا الى بلادهم في غضون عامين بعد ابرام اتفاق مع الرئيس بشار الاسد من اجل سلامتهم وبالتنسيق مع الامم المتحدة ولان الانتخابات التركية هي الاهم على الاطلاق في تاريخ تركيا الحديث كما تمثل اهمية قصوى للعالم وتتم متابعتها عن قرب في العواصم الغربية والشرقية والاقليمية تناولت كثير من الصحف العالمية موقف كلا المرشحين وفراصهما في الفوز بجولة الحسم وكان للكتلة التصويتية الخاصة باغان نصيب واضح من تلك التغطية صحيفة نيورك تايمز الامريكية على سبيل المثال نشرت تحليلا يرصد الموقف الصعب للغاية لمرشح المعارضة كالاشدار اغلو متوقعة ان يحصل الرئيس رجب طيب اردوغان على اغلب الاصوات التي حصل عليها المرشح الثالث اغان في الجولة الاولى من التصويت فاغلب من صوتوا لسنان اغان في الجولة الاولى اختاروه بدافع قومي وهو ما يشير الى تنامي الشعور القومي في تركيا بشكل عام وهي المشاعر التي تصب في صالح الرئيس اردوغان الذي انتهج سياسات تؤكد المصالح القومية لبلاده حتى وان اغضبت الغرب وجعلت قادته يعادونه ويتمنون خسارته خطاب التخويف في انتخابات الرئاسة لكن التغيير في خطاب كالاشدار اغلو ليس مجرد تغيير بسيط في اللهجة بل اقرب الى من خضع لعملية زرع شخصية بحسب تحليل للطايمز البريطانية عنوانه منافس اردوغان يتخلى عن خطابه النائم في محاولة للفوز باصوات اليمين المتطرف رصد كيف تبددت شخصية الرجل الودود اللطيف الذي يتحدث عن العودة الى الدموقراطية والتعددية والذي عرف بالقلوب التي يصنعها بيديه اثناء حملته الانتخابية فبعد تخلفه عن الرئيس اردوغان في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحول الى قومي متشدد يؤكد باستمرار اعتزامه اعادة اللاجئين السوريين الى وطنهم ورغم انه كان يغلف هذا الخطاب في السابق بلغة الحماية اصبحت نبرته الان شديدة الفضاظة اذ قال مخاطبا اردوغان جلبت الى هذا البلد اكثر من عشرة ملايين لاجئ عمدا وساعيد جميع اللاجئين الى وطنهم لكن تركيا لا تضم عشرة ملايين لاجئ اذ تقول الامم المتحدة انهم اقل من اربعة ملايين معظمهم سوريون وبضع مئات الاف من جنسيات اخرى معظمهم من الافغان فعلى ما يدل هذا التضخيم في الارقام باكثر من ضعفين ونصف ترى التايمز ان خطاب كليشدار اغلو يؤكد انه في حاجة ماسة للفوز باصوات القوميين المتطرفين وكي يفعل ذلك كان عليه ان يتخلى عن شخصية الرجل اللطيف والتقى هو واردغان الجمعة 19 مايو ايار بقيادة المتشددين سعيا للفوز بدعمهم لكن الاوان كان قد فات لكثير من دائم كليشدار اغلو اذ قال احد الناخبين المؤيدين لحزب كليشدار اغلو حزب الشعب الجمهوري للصحيفة البريطانية الاتراك لا يحبون القلوب وهذه الاشياء نريد شخصا قويا وينظر الى الناخبين الاتراك عادة على انهم منقسمون بين متدينين يدعمون اردغان في الغالب وعلمانيين يدعمون احزاب المعارضة الرئيسية واكراد لكن الناخبين القوميين المتطرفين لا ينتمون الى اي من هذه الفئات فبعضهم متدين والبعض الاخر ليس كذلك لكن جميعهم يمقطون الانفصالية الكردية ويرغبون في اخراج السوريين من بلادهم احد هؤلاء القوميين هو تاجر من اسطنبول قال للتايمز اولا نحن اتراك ثم بعد ذلك اما علمانيون واما متدينون ليس سهلا ان تكون تركيا فربما يكون اهم الشئ لك هو العائلة اما لنا فهو هذا البلد كيف قد يؤثر هذا على فرص اردغان في الفوز قبل الانتخابات كان العديد من القوميين المتطرفين يشاركون مقاطع من مسلسلات تلفزيونية احدها يسمى واد الذئاب تصور رجالا يموتون في سبيل بلدهم وواضح ان كليشدار اغلو لم يكن الرجل الذي تخيلوه في اذهانهم الكاندالوك المحلل في مؤسسة داكلتو 1984 قال للتايمز هم يهتمون بالهوية القومية ولديهم ميول معادية للأكراد والمهاجرين وقال ان نسبة المشاركة العالية 88% افادت الرئيس اردغان وقال يريدون رؤية رجل قوي على رأس الدولة وما اضعف كليشدار اغلو ربما يكون هويته العلوية اذ تعتبر هذه الاقلية التي تشكل 20% من السكان جزءا من الشيعة وجميع الاخرين تقريبا من السنة ويتساءل تاجر اسطنبول لماذا ترشح المعارضة علويا كل من اعرفهم لن يصوتوا لشخص ينتمي لهذه الطائفة وانزعج القوميون ايضا من تساهل كليشدار اغلو وتحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يهيمن عليه الاكراد والذي يقبع زعيم صلاح الدين ضمرتش في السجن ويربط الاطراك من مختلف الاطراف هذا الحزب الكردي بالانفصاليين الذين من بينهم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه بريطانيا منظمة ارهابية وقال صاحب متجر في ترابزون لا يمكنني دعم كليشدار اغلو لانه يدعم الارهابيين وجنودنا ماتوا على ايد مسلحين اكراد ووظف الرئيس اردوغان هذه النقطة فدأب على تصوير المعارضة بارهابيين منحرفين يخدمون القوى الغربية التي تريد تسليم البلاد الى الجماعات الارهابية وقبل زلازل فبراير شباط الذي اودت بحياة اكثر من خمسين الفا كانت الهجرة اكبر قضية انتخابية وفي المدن الكبرى على وجه الخصوص مثل اسطنبول يتخلل كل المحادثات تقريبا الحديث عن عدد الاجانب هناك وقد حاول اردوغان الموازنة بين التعاهد باعادة بعض اللاجئين تم ترحيل الالاف بالفعل والتأكيد ايضا على اعتبارهم اخوة وقال يوم الجمعة ان تركيا ستبني مشاريع سكنية للسوريين لاعادة مليون لاجئ الى وطنهم وقال وزير الداخلية سليمان صويلو لن نجعل تركيا مستودعا للاجئين ولم نفعل يوما السوريون اخواننا ولا يمكننا ارسالهم الى حتفهم ولا نفعل ذلك واللافت للنظر في هذه الانتخابات ايضا ان بعض القوميين المتطرفين يتعاطفون مع حركة الاتراك الشباب وهم مجموعة من الثوار الذين عارضوا نظام السلطان عبد الحميد الثاني اوائل القرن العشرين لكن اتاتورك ادانهم لاحقا وكثير من القوميين المتطرفين لم يختاروا مرشحا حتى الان يقول المحام جينكيز 38 عاما الذي صوت لاغان انا متردد لا كليشدار اغلو ولا اردغان قوميان بما يكفي بالنسبة لي وكان احد مسؤول المعارضة من حزب الشعب الجمهوري قد قال ان حملة كليشدار اغلو في جولة الاعادة ستكون متوترة ومستقطبة واكثر قومية وستبنى على زرع فكرة الخوف لدى المواطنين من فوز الرئيس التركي اردغان بحسب ما نقله موقع ميدل است اي البريطاني من جانبه كشف الصحفي التركي اسماعيل سيماز في مقال بصحيف السوجو المعارضة عن تفاصيل اخرى للحملة الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري وتحالف المعارضة خلال الايام المتبقية قبل الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية سيماز قال في مقاله ان الحملة الانتخابية لكليشدار اغلو ستتبنى الخطاب ذاته الذي تبنته حملة مرشح تحالف الاجداد سينان اغان الرافض للاجئين والعرب في البلاد مع التركيز على الضرر الذي سيصيب البلاد جراء تزايد اعدادهم في تركيا اما حلمي داشدمير رئيس شركة ابتمار لاستطلاعات الرأي في تركيا فيرى ان تغيير كملك الاشدار اغلو لاستراتيجياته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لن يسهم بتغيير كبير في حصة مرشح المعارضة داشدمير في تصريح لعربي بوست اوضح ان رسائل المعارضة التركية التي ستركز عليها خلال الحملة الانتخابية في جولة الاعادة لن تستطيع جلب اكثر من 2% من اصوات الناخبين في حال نجاحها في جذب ناخبي وانصار الرؤية الخاصة بتحالف الاجداد وحزب الظفر بزعامة اومد ازداغ وسينان اغان وعن توقعاته لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قال داشدمير انه يتوقع ان يفوز الرئيس التركي اردوغان بهذه الجولة بفارق لن يقل بحال عن 3% من اصوات الناخبين رغم تغيير الحملة الانتخابية للمعارضة رسائلها واهدافها في الختام متابعين الاعزاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة